أهلا أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور العالم في هذه الأيام عم بشعر بحيرة وبإحباط ومخاوف كثيرة ولسيما الأحداث اللي عم بتدور وعم تحدث في هذه الأيام نسمع عن أوبئة في أماكن عديدة وطبعا الوباء الأخير اللي من الصين الكورونا فيروس عم تنتشر في كل مكان والأمراض الكثيرة وعد عن مرض السرطان اللي حصد آلاف آلاف من النفوس وطبعا الظروف الاقتصادية والظروف السياسية اللي عم بتصير في هذه الأيام بتخلي الناس في حيرة بتخلي الناس في قلق وكأنه زمام الأمر انفلت وطبعا المسيحية كمان في تراجع أقصد مش في تراجع من ناحية العدد لأنه الكنيسة المبشرة عم تزداد في العدد لكن أقصد المسيحية اللي مجرد اسم مسيحي مش عم بخدمه مش عم بعمله وعم بيتمشوا مع الأنظمة الحديثة والديانات طبعا الحديثة بسبب الخوف وبسبب الظروف المادية أو الاقتصادية فبيبتدوا يسايروا وبيبتدوا يساوموا ويسايروا على حساب الحق الكتابي وهذا بيقود لنوع من التخوف في حياة الناس عاوز في هذه الحلقة أقول أن الكلمة الأخيرة للرب يسوع المسيح هذه الأحداث اللي عم نشوفها ما هي صدفة الله عارف فيها والله حاسس وشاعر مع كنيسته ولكن أحبائي الله بشكل في شعبه وفي كنيسته عشان تقوم بدورها الرئيسي وبخدمتها الرئيسية حديث اليوم رح يكون عن قوة الشفاء هذا الشفاء من خلال يسوع المسيح سواء كان أمراض نفسية أو جسدية أو روحية سواء طبعا أي ظروف بتحدث في هذه الحياة الرب عنده القوة للشفاء ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة